بسم الله الرحمن الرحيم ما انتبهت انا عدينا المنفصل والمتصل جزاء الله خير اخونا الكريم نبهني على ذلك المنفصل والمتصل طبعا معروف لديكم لك من مرعلي عسرية المد الجائز المنفصل هو كما نرى على اللوحة ان يأتي حرف المد وين اخر الكلمة الاولى وهمزة القطع في اول الكلمة التي تليها التعريف محبوك بدقة من عيد هو ان يأتي حرف المد وين اخر الكلمة الاولى اذا في عندي كلمة اولى وكلمة ثانية حرف المد وين لازم يكون باخر الكلمة الاولى وهمزة القطع لما قلنا القطع خرجت مين في اول الكلمة التي تليها بعض المصنفين بيلك هو ان يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة اخرى طب يأتي حرف المد في كلمة طب ممكن يكون بوسطها طب الكلمة الاخرى ممكن تكون بالصفحة اللي بعدها تبهنا كيف وممكن الهمزة تكون في وسطها وممكن تكون الهمزة باخرها مثل السماء مثلا فاذا حتى نكون دقيقين والتعريف كما تعرفون التعريف يجب ان يكون جامعا مانعا جامعا لكل افراده مانعا لغيرهم من الدخول فيه هاي معنات جامعا مانعا لو حبينا نعرف الموجودين بهالقاعة يلا تعونا تسلى شوي هالموجودين بهالقاعة مين بيعرفون هم بشرون ها لما قلنا بشرون خرج مين غير البشر ذكورون خرج مين ايوه خرج النام مسلمون ولله الحمد لله يديم علينا نعمة الاسلام ها طيب ضاقة العملية شوي طيب موجودون في مدينة الرياض خرج ايش طيب في كليات المعرفة شوف شو عم نقلص شايب في قاعة المدل جو اسمها القاعة اللي نحن فيها ايوه فبهذا ممكن نحن شو عملنا شايفين التعريف دائما بتكون دائرة كبيرة يبدأون بتضيقها 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 حتى تصبح جامعة للافراد المطلوبين مانعة لغيرهم من ان يدخلوا معهم وضح يا اخواني فلما منقول هو ان يأتي حرف المد في كلمة والهمز في كلمة اخرى يعني الكلام واسع كتير طبعنا وغيره دقيق لكن لما منقول هو ان يأتي حرف المد فدأ خرج حرف غير المد اخرة الكلمة الاولى بكلمة اخرة خرج وسطها الاولى معتها في ثانية وحرف المد او وهمزة القطع لما قلنا همزة خرجت الحروف الاخرى القطع خرجت همزة مين الوصل في اول خرج الوسط والاخر الكلمة التي تليها خرجت الكلمات الاخرى بهذا صار التعريف كما ذكرنا منذ قليل جامعا مانعة وضح يا اخواني وبهذا يتمايز المصنفون بكل العلوم يا شباب بالفقه بالنحو بالصرف بالتفسير بالحديث طبعا مو الحديث النبوي بعلوم الحديث كيف يتمايز المصنفون عن بعضهم هذا استطراد الان للكلام يتمايزون المصنفون يتمايزون بدقة التعريفات وهذا يحتاج الى امرين الى عقل واسع و الى توفيق من الله عز وجل فالعقل الضيق ما بيعرف يصيغ تعريف والعقل الواسع المعتد بنفسه ربي سبحانه وتعالى بخلي يقع لانه ما في معه ايش اذا لم يكن عونه من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده انتبهنا كيف فبدها منحة من الله عز وجل العقل واسع وبدها بنفس الوقت توفيق من الله عز وجل اتدرون ايها الاخوة الكرام المصنفون مثل ماذا مثل الخياطين الخياط لما نذهب اليه ليخيط لنا ثوبا فياخذ المقاسات اليس كذلك طيب ثم اتي بعد فترة لأقيس الثوب الذي خيطه هون كم احتمال عندنا ثلاث احتمالات الاحتمال الاول انه يطلع الثوب على قد البدن يا سلام والله هذا الخياط محترم الاحتمال الثاني يطلع الثوب ايش واسع هذا مثل اللي بيقلف عبارة واسعة تدخل المطلوب ولا تخرج غير المطلوب والاحتمال التالي تطلع الثوب ايش ضيق على البدن هذا مثل اللي بيقلف عبارة ضيقة لم تدخل كل الافراد المطلوبين ضمن العبارة فالمؤلف الموفق هو الذي يصوغ عبارة او يصوغ تعريفا جامعا لكل الافراد مانعا لغيرهم لذلك قلت عبارة مرة قلت هذه العبارة لنفسي واذكرها لكم لعلكم تستفيدون منها العلم مشاع العلم مشاع عرفتوا شعني مشاع لكل الناس والصياغة ملك العلم مشاع والصياغة ملك شو اللي عم يقدين هذا المغرب صار المغرب الآن يا ربي دخيلة عرفتوا شو معنات هالكلام يا شباب احكام النون الساكنة والتنوين ملك مين مشاع بيجي فيه انسان بيحسن ادعيها لنفسه لكن لما بيجي فلان من العلماء وبيصيغ تعريف للإخفاء او يصوغ تعريفا للإدهام هو صاغه هذا شو اسمه ملك ما بيصير اي من السويد يأتي الى هذا التعريف اللي صاغه فلان فيسطو عليه ويضع في كتابه دون ان يجير الى اني انا استفدته من فلان وضح يا اخواني لانه هذا ملك العلم مشاع والصياغة ملك تبهنا كيف هاي بيسموها الان في الدول المتقدمة الملكية الفكرية هذا اذان المغرب حان وان شاء الله نتابع في هذا المبحث بعد صلاة المغرب ورجائي ان نعود بعد الصلاة مباشرة حتى نغتنم الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر